بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ونعرض إن شاء الله لـ 3 major faces of CNC program نقسم البرنامج إلى 3 faces الفاس الأولاني اللي هنتكلم عليه اللي هو إيه program set up إيه اللي بيبقى موجود فيه يبقى موجود فيه هذا الفاس اللي هو program start flag والprogram identification number والعمليات اللي هي خاصة بتطبيط المكينة بمعنى إن أنا عايز أقول إن أنا هشتغل absolute ولا هشتغل incremental هشتغل بالانشل هشتغل بالmetric tool أنهي station على الطرط إيه اللي أنا هشتغل بيها spindle إيه السرعة بتاعته هيدور clock wise ولا هيدور anti clock wise دي اللي بنسميه إيه program set up أول حاجة أبدأ بيه program start flag قلنا دول خطوطين سبتين اللي هي program start flag وال1001 اللي هو إيه four digit program number يبقى دول اللي أنا إيه بدأت بيه نيجي بعد كده من أقول إيه زي ما أنا قلت لك أنا ممكن أقول إيه N05 ممكن أقول إيه N5 مباشرة أنا أنا بقول كده في الحالة دي نانا معنى كده في هذه الحالة أنا نكتب N05 أو N5 أنا معناها أنا بقول N5 N10 هنا أسعب five lines أقدر أدخل فيهم أي تعديل ممكن أعمل ما لو جيد بقول line N5 G90 G20 هنا G90 معنى أننا نشتغل Absolute Units و G20 أن هذه اليونتز هتكون بالإنش بعد كده M06 T2 اللي هي عبارة عن Station Number اللي هي على الترط اللي هتشتغل في هذا البرنامج بعد كده بيقول لي M03 اللي معنى أن On Clockwise و S1200 اللي سبندل بتدور بسرعة 1200RB دي بأداء الفيز الأولاني اللي قلنا فيه بيعمل Program Setup وبيشتمل على الخطوات اللي احنا اتكلمنا عليه نجي للفيز التاني هاجد أن الفيز التاني اللي هو يتعلق بالMaterial Removal في الMaterial Removal كل عملية التشغيل يعني أنت عندك الدرونج اللي كانت عندك عرفت أن أنت هتعمل فيها فاسيج وهتعمل فيها Groove وهتعمل فيها Threading وهتعمل فيها Taper فكل عمليات التشغيل المختلفة اللي انت هتقوم بيها على الإكسرسايز بتاعك أو على البرودكت بتاعك هتجد أن هي ايه بتجمعها في Material Removal هنا بنقول ايه شو بقى هنا بيبدأ بيه جي زيرو زيرو اكس وان واي وان ماذا تعني؟ أني فيه هروح رابي بوزيشن لي الـ اكس وان والواي وان فروم دي أورجين بوين بعد كده نقول لي ايه زد هتبقى بكام زد ب 0.125 ويقع رابي بوزيشن زد 0.1.5 ازاي انا هنا كتبت زد ومخطتش جي زيرو زيرو اللي ما احنا اتفقنا قلنا ان فيه وهنا نعرض لهم تفصيل ان شاء الله برضو ان فيه Model Codes وفيه Non Model Codes الـ Model Codes Stain Effect لحد ما دخل أنا جي كود آخر يغير فمنهم اللي هي الـ Model Codes اللي هي جي زيرو زيرو فمعنى انا كتبت هنا شباب جي زيرو زيرو يبقى هي Stain Effect ايبقى أنا مش مفيش داعنا نراجي أولي G0 لا خلاص أما لو جيت بقى هعمل بقى عملت Linear Interpolation فقد انا قلت ايه G01 ايبقى هنا غيرت مقرد اني أنا وضعت G01 انا استبدأ G00 وبدأت Linear Interpolation اللي هو ايه بG01 ووضعت قيمة الزد بكذا ويه الـ X طيب نيجي بقى نقول ايه ده بالنسبة ايه للمaterial removal نيجي لآخر phase اللي هو phase 3 اللي هو system shutdown خلصت عملية material removal فما يجي بقول اعمل M05 اللي هي عبارة عن spindle off افلت للspindle وبعد كده اقول ايه M30 اللي هي end of the program نهية البرنامج يبدأ ايه 3 major phases اللي هنعمل بيهم اي برنامج كده نكون وصلنا نهاية هذا المقطع نراكم ان شاء الله في مقاطع اخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته